فتحت البوابات واندفعت الافراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في شوطن الثاني من علامة الالف وستمائة متر والصدارة لشوفوها في المركز الاول في هذه اللحظات في محاولة لخطف المركز الاول مع محاولات من استباقية في هذه اللحظات في المركز الثالث والمركز الثاني لمعليا والانطلاق السريع لشوفوها في محاولة ايضا لاخذ زمام المبادرة في اول الانطلاقات في هذا الشوط مع انطلاقة الشوط الثاني من علامة الالف وستمائة متر شوفوها في المركز الاول مع نواف الفيروز في محافظة على المركز الاول من البداية وحتى هذه اللحظة الى ان تصل للنهاية وهذا المبتغى ايضا لشوفوها ولكن المحاولات تأتي في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من بقية الافراس المشاركة في هذا الشوط تشاهد الان الدخول القوي يأتي من فتاة سهيل في محاولة لاخذ المركز الاول في هذه اللحظة وخطف الصدارة من شوفوها والتقدم في هذه اللحظات كما تشاهدون لرقم ثلاثة عشر فتاة سهيل الاقتراب من المنعطف الاخير في هذه اللحظات مشاهدين الكرام فتاة سهيل تخطف المركز الاول بكل قوة مع محاولات الان لبقية الافراس انما الانطلاق مشاهدين الكرام كما تشاهدون لفتاة سهيل الجذوب تحاول في المركز الثاني انما فتاة سهيل تحافظ على الصدارة والانطلاق من الجذوب الدخول من المركز الثاني الى الاول في هذه اللحظة انما محاولات من فتاة سهيل للحفاف على الصدارة فتاة سهيل الى المركز الاول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله اذا مع مشعل المزيد فتاة سهيل لابناء هلالة بن شمبر الشيباني الى المركز